مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس الثاني عنوان الدرس مشروع جديد قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك رستاطة حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس بكتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة يونت 1 لسن 2 المنطين الأول الدرس الثاني مشروع جديد بالبداية يقول لي study the word and meanings and answer the questions قم بدراسة الكلمات ومعانيها ثم أجب على الأسئلة منطيني ثلاث أسئلة طبعا ذنني لثلاث أسئلة أسئلة شفوية بداخل الصف يسألها الأستاذ كتحضير يومي شي يقول يقول what do and and V mean ماذا يعني اختصار هذا الاختصار حرف الان وكذلك حرف الV طبعا ببداية الان هو اختصار لكلمة noun noun معناها شنو؟ معناها اسم يعني هو الكلمات اللي منطينيها كل كلمة منطيني قدامها أما أن أو V إذا قدامها أن معناها اسم يعني كلمة article article معناها مقالة يعني هذا يقول لي هذه اسم وليست فعل أما اختصار الV هو اختصار لكلمة verb وتعرفون verb معناها فعل إذا عرفنا السؤال الأول شنو جوابه what do and and V mean إذا سألك الأستاذ تقول لها and is a noun V is a verb and هي مختصر لكلمة noun اللي معناها اسم و V هي مختصر لكلمة verb اللي معناها فعل مجرد سؤال شفوية بداخل الصف كتحضير يومي السؤال الثاني how many meanings of printer are there كم عدد المعاني لكلمة printer طبعا كلمة printer إلها معنيين أما تجيب معنى و جايتنا من print يطبع printer أما تجيب معنى طابعة الآلة اللي تطبع للورق أو اللي تطبع للورق أو تجيب معنى الشخص الذي يطبع إحنا نسميه الطابعي إذن أما طابعة أو الشخص الذي يقوم بالطباعة إذن إلها أكثر من معنى إلها معنيين فيقول له how many meanings كم عدد المعاني تقول له to طبعا أستاذ أريد أجاوب باللغة الإنجليزية هو رح ينطيني بعد قليل شنو المعاني الأثنين مع كلمة printer بأسفل الصفحة بعدها السؤال الثالث what do report and reporter mean ماذا تعني كلمة report وماذا تعني كلمة reporter طبعا report تجيب كفعل معناها ت describe an event لكي نصف حدث معين إحنا نسميه يقرر يكتب تقرير و reporter هو الشخص الذي يكتب التقرير إذن أرفنا معاني الكلمات بالبداية هذه الأسئلة الثلاثة مجرد أسئلة كنشاط صفي غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما النقطة الأولى من المناسبة النقطة الأولى رح يتعمق بشرحها بليونة الخامس أكثر رح نعرف أنه الان مختصر مع النون والفي مختصر مع الفيرب و رح ينطينا إضافات أخرى أو اختصارات أخرى مثل الادجكتبز والادفيرب والبريبوزيشنز و رح يسوي لياها موضوع كامل إن شاء الله نشرحها بليونة الخامس لما نوصل لها الآن هذه الفقرة الأولى مجرد نشاط صفي غير مهمة الآن نجي على الفقرة الثانية هاي الفقرة الثانية مهمة جدا استاذ شون مهمة؟ أول شي نجي نشرحها وبعدين نعرف شون تجينا بالامتحان و شون نقدر نجاوب عنها أولا أحفظ يا معانا ذلك كلمات article معناها مقال هذه تعتبر اسم هو دي يوضح لي لأن معناها اسم شن معنى article شن معنى مقال هو دي يوضح لي أو دي ينطيني تعريفها a piece of writing هي كتابة أو مقطع كتابي in a newspaper or magazine في الجريدة أو المجلة إذن منطيني كلمة article اللي معناها مقالة منطيني تعريفها يقول لي a piece of writing in a newspaper or a magazine وراها cover cover هو الغلاف the outside of the book هو خارج الكتاب or a magazine أو المجلة هو الغلاف الخارجي للكتاب أو المجلة احنا نسميها هاي الكلمة نستخدمها cover بعد edit edit معناها يحرر حاول تكتب معاني الكلمات لأن راح تفيدني بعد قليل راح نرى شون تجينا بالمتحان على شكل اسقاطات edit معناها يحرر شوفوا هنا هذه فعل وليست اسم to check and correct a piece of writing هي أن نتفقد ونصحح المقطع الكتابي شوني يعني edit شوني يعني يحرر أنا ينطيني مثلا واحد مقطع نصي أو مقالة معينة أقوم بتحريرها شوني يعني أقوم بتحريرها أتفقد إذا بيها أخطاء وأصححهم إذا أتفقد وأصحح editor editor هو المحرر الذي يقوم بعملية التحرير is somebody who edits هو الشخص الذي يحرر شوفنا هنا edit يحرر هذه فعل editor محرر هذا هو الاسم المشتق من الفعل print يطبع شوني معناها أو شوني تعريف مالتها to put words or pictures on paper with machine هو أن نضع الكلمات أو الصور على الورق بآلة الطبع شوني يعني نطبع يعني لما أنا أطبع ورقة أسئلة معناها أخلي مجموعة من الكلمات على هذه الورقة أو أطبع في موضوع معين بصور أطبع كلمات وصور على ورقة معينة إذن كلمة print الطاني تعريفها معناها يطبع printer إذا قبل شوية انتبهت edit يحرر editor محرر print يطبع printer هو الشخص الذي يطبع أو الآلة التي تطبع شوفوا هنا somebody who prints هو الشخص الذي يطبع as a job كوظيفة a machine that prints أو الآلة التي تطبع يعني من طين تعريفيا لكلمة printer مثل ما وضحنا بالأسئلة الآلة الصفحة شوني معنى printer إلها معنى يعني أما الطابع الآلة التي تطبع أو الشخص الذي يقوم بطباعة report report هنا أنا كفعل معناها يقرر to describe event هو أن نصف الحادث صار حادث معين أقوم بعملية report أوصف هذا الحادث أقرر عنه report تأتي كاسم شوني معناها؟ رح يصير معناها تقرير التقرير اللي أنا كتبته والريبورتر الشخص الذي يقوم بكتابة التقرير زين حسنا عرفنا معنا الكلمات أستاذ انتقلت هذه مهمة جدا ليش مهمة؟ لأن من الممكن تأتيني على شكل إسقاطات تعودنا بالدروس السابقة شوني معنا إسقاطات؟ يعني مثلا يمطين التعريف كامل هذا التعريف كاملة والكلمات ذني يمطينيها هنا بأعلى التمرين أو أعلى السؤال ويقول لي أسقط الكلمة أمام التعريف المناسب إلهم إذن هذا السؤال إسقاطات مهم جدا من الممكن أن يجيني بالامتحان بسؤال المفردات خلصنا الفقرة الأولى ننتقل للفقرة الثانية يقول لي listen and answer the questions استمع أو أصغي وأجب على الأسئلة التالية هنا نبالك ويايا منطيني مجموعة أو صورة لمجموعة من الطلاب يتحدثون عن أمر معين نحن لا نعرف ما هذا الذي يتحدثون عنه يقول لي جاوب لي على هذه الأسئلة من خلال من خلال المقطع الصوتي الذي ستسمع لهذه الطلاب الذي يتحدثون بياناتهم فالأسئلة المفروضة نجاوبها ما هي What are the boys talking about يجب أن تعرف من خلال المقطع الصوتي عن شما هؤلاء الأولاد يتحدثون ودوا ماذا قرروا أن يفعلون بعد ما تسمع المقطع الصوتي Which boy will do each job ما الولد أو ما الشخص الذي سيقوم بكل عمل من الأعمال اللي تفقوا عليها إذن الآن نستمع للمقطع الصوتي نحاول نركز وياه طبعا هنانا شخصيات مثل أسامة وزيد إلى آخره رح نعرف كل واحد اش راح يسوي عن شنذا يتحدثون ولازم نجاوب على هاي الأسئلة فركزوا إلى المقطع الصوتي على مو تقدر تجاوب على هاي الأسئلة هاي أسامة شكرا للمقطع الصوتي شكرا للمقطع الصوتي إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي لهؤلاء الأولاد هم يتحدثون الآن نجاوب على الأسئلة اللي سألنيها بداية الفقرة قل لي What are the boys talking about عن ماذا يتحدث هؤلاء الأولاد احنا لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أنهم يتحدثون عن المجلة لمدرسة المتوسطة للبنات اللي تحدثنا عنها بالدرس السابق إذن أقول They are talking about The girls school magazine يتحدثون عن مجلة مدرسة البنات What are they decided to do ماذا قرروا أن يفعلون بعد ما حتشوا عن هذه المجلة ونعجبوا بيها شنو اللي قرروا يسووا They decide to start their own magazine قرروا أن يسوون مجلة للمدرسة مالتهم زيان Which boy will do each job أي الأشخاص سيقوم بكل عمل احنا نعرف أن المجلة تحتاج مقرر تحتاج مصور تحتاج محرر إلى آخره فمازن رح يكون الإذتر ليث عند أسامة رح يكونون المقررين طارق رح يكون الفوتوغرافة أو المصور إذن عرفنا كل ولد من هؤلاء الأولاد ش رح يسوي بمجلة المدرسة كل شخص شن الأعمال رح يقوم بيها وكذلك استمعنا المقطع الصوتي وجاوبنا على الأسئلة المتعلقة بي تقدرون تكتبون هاي الأجوبة بقصاصة لأنه ممكن الأستاذ يطلبها كتحضير يومي بعد ما عرفنا الفقرة الثانية شن المطلوب هذا مجرد نشاط صفي نشاط سماعي الآن ننتقل للفقرة الثالثة مشروعك هاي السنة أن تكتب مجلة إنجليزية خاصة بك قرر على الأشياء قرر على هذه الأشياء على شكل مجامع and then as a class ومن ثم كصف واحد هنا منطيني the section you will have in your magazine لازم تقرر أنت والقروب مالتك أو أنت والصف مالتك تقررون شنو الأقسام اللي رح تخلوها بالمجلة اللي سووها بالمدرسة ثانيا the best student for the team وتختارون القائد أو أفضل طالب لكل عمل موكل إليه name for your magazine واسم المجلة اللي رح تطلقوها بالمدرسة كذلك هذا مجرد نشاط صفي أو من الممكن يكون أصلا نشاط لا صفي إذا قدرت تسوي داخل مدرسة مالتكم مجلة فهو يعتبر كنشاط لا صفي الآن ننتقل لموضوع جدا مهم اللي هو asking for and making suggestions طلب وعمل الاقتراحات كلمة suggestion كلش مهم ما حاول تحفظها هذا موضوع قواعدي جدا جدا مهم شلون أسوي اقتراح يعني مثلا إذا أنا أريد أقترح على جماعتي أن نقوم بعمل معين شنو القاعدة أو شنو الأداء اللي أستخدمها لعمل الاقتراحات أدنى مجموعة من القواعد أما نستخدم why don't we why don't we معناها لم لا هذه الwhy don't we يكون بعدها فعل مجرد زائدا تكملة مثلا أقول why don't we go to the cinema لما لا نذهب إلى السينما يعني أنا إذا أقترح على جماعتي أقول لهم why don't we لما لا go to the cinema نذهب إلى السينما watch tv نشاهد التلفاز إلى آخره إذن أخلي why don't we زائدا الفعل اللي أريده مثلا أقول go لما لا نذهب وتكمل to the cinema to the park ولا تنسون علامة السؤال بعد let's زائدا فعل مجرد زائدا تكملة let's معناها دعنا let's go to the cinema دعنا نذهب إلى السينما let's have lunch دعنا نحظى بوجبة غداء in restaurant دعنا نحظى بوجبة غداء في المطعم أو أقول shall we هلا زائدا فعل مجرد زائد تكملة مثلا shall we go to the museum هلا ذهبنا إلى المتحف إذن عن القاعدة الرئيسية اللي لازم أحفظها أو الأداء الرئيسية اللي لازم أحفظها أما why don't we أو let أو shall we ومن ثم يأتي بعدها فعل مجرد وتكملة فعل مجرد تكملة ننتبه أن الأداء الأولى والثالثة علامة استفهام في نهاية الجملة أما الأداء الثانية اللي هي let's لازم تخلي بي نهاية الجملة نقطة بعد نستعلم ما افتهمت شون يعني قل لي مثلا shall we eat a burger هلا أكلنا برقر حدد أخترح على زميلي ليش ما نروح ناكل برقر أو let's travel to Paris دعنا نسافر إلى باريس شوف هنانا shall we زادا فعل مجرد let's زادا فعل مجرد إذن ذن الأدوات لازم أعرف أن يأتي بعدها فعل مجرد زين استاذ شون تجيني بالامتحان أما تجيني اختيارات أو تجيني سويلي جملة اقتراح هسا خلنا جعل اختيارات كمثال why don't we do low doing low to do shopping شوف هنانا قال لي why don't we why don't we هي أحد أدوات الاقتراحات إحنا حفظنا أنه أدوات الاقتراحات يأتي بعدها فعل مجرد يعني لا فعل بي آي أن جي ولا فعل ويا تو هذا النخطة إذن أخلي الفعل المجرد اللي هو do why don't we do shopping لما لا نذهب أو لما لا نقوم بعمل التسوق بعد مثال آخر قال لي have a picnic نحظى بعطلة قال لي suggestion قبل شوي عرفنا شن معنى suggestion اقتراح زين الاقتراح شلو ننسوي قال لي هالمرة استخدم للعداد shall باستخدام shall فش تقول قاعدة shall تقول shall we أنزل shall we زائدا فعل مجرد شنو الفعل المجرد اللي موجود بالجملة have أخلي have shall we have زائدا التكملة شن تكملة الجملة a picnic shall we have a picnic هل لاحظينا بنزهة ولا تنسون علامة السؤال لأن القاعدة shall we تنتهي بعدات أو علامة سؤال بعد مثال آخر make suggestion عرفنا شن معنى suggestion اقتراح يقول لك سوي الاقتراح to your friend لصديقك about going fishing عن الذهاب fishing للصيد باستخدام يا أدات أدات ال why not شنو تقول قاعدة ال why not why don't we أخلي why don't we أنا حافظ القاعدة زائدا فعل مجرد استاذ هنان وين الفعل شوف هنان الفعل خالي بي ing لازم شنو يكون صيغة الفعل مجرد going أرجعها مجرد ما الذي تصير الصير go زائدا التكملة شبقها تعدى fishing يعني أنا هاي الجملة كلها ما لأعلاقة بيها فقط أحتاج الفعل والتكملة مالتها فwhy don't we go fishing لما لا نذهب إلى الصيد إذن هذا ما يخص موضوع عمل الاقتراحات موضوع مبسيط جدا وكذلك مهم جدا بالامتحان التحريري لازم تحفظ القواعد الثلاثة وكل قاعدة يأتي وراها كل هن يأتي وراها في المجرد القاعدة الأولى والثالثة تكونوا بنهايتهم علامة سؤال لأن عليهم درجة فركز حاول تعرف صيغ مالتهم وتكتبهم بالدفتر لأن مهمات جدا بالامتحان التحريري الآن ننتقل لكتاب النشاط تمرين رقم واحد يقول لي listen again استمع مرة أخرى and answer the questions وأجب على الأسئلة write short answers استخدم إجابات قصيرة يقول لي مرة ثانية استمع المقطع الصوتي اللي استمعنا إلى قبل دقائق ذول الأولاد اللي يتحدثون عن عمل مجلة المدرسة استمع لهم وحاول أن نجاب على هاي الأسئلة خلني جي نقرأ الأسئلة عن ود نعرف شن اللي نركز عليه بالمقطع الصوتي من الشخص الذي لم يكن مهتما بعمل المجلة بالبداية من الذي اقترحه كمحرر يعني من الذي سيكون محرر للمجلة لماذا ماذا يريد ليث وأسامة أن يصبحوا ماذا يريد طارق على المجلة ما الذي سوف يقوم بعمله طارق في المجلة يعني شن الوظيفة اللي رح يقوم بيها نستمر المقطع الصوتي ونحاول نجاوب على هاي الأسئلة ما الذي سوف يقوم بعمل المجلة نحن نحتاج إلى يدير في سالة سلم مزين أنك ا تستطيعون القديمة ألا تكون في الشمال تستطيعون القديمة أيها لف لكنني فقرنا لجب أنزل الاجتطاق أعتقد أنك تكون مزينة للقديمة أسلم أنك إساما نعم صورة الفتاك مزين هو فترة العقليمة و هو نحن سعيد الرقل الميكوز اجتب انت قلقة لكي مزين سمسنا كنت أنت أولى أن تصمت المنشيح. وظلش تريد أن تكون منشيحة لك؟ نعم. أولاً دعاء أيضاً؟ من رغب أنك... عثرت أنت تريد أن تريد شخص الرظام ؟ لذلك... نعم. نعم. يوجد أن نشيحة أيضاً ونشيحة. دعم. طبعنا سنلطان الشريعي؟ في حروق الثالث في عامج المثال نحن 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 هذه المثال لا نحن لديك من بحضر لدينا إن كيام أجرى لكن لا نحن 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 تولي من أمات المثال مثل السابق حتى القرور لأسأل المثال وتأخذ تحريبي لا نحن لديه لديك أجرى قلبي أنت‌توني ماذا تقولون مرحبا تاريك تاريك لديك كاميرا ليست؟ نعم و أنا جيدة تفوتوغرافة لماذا؟ لا مهتم بعمل المجلة لذلك نقول أسامة أسامة هو الشخص الذي كان غير مهتم في عمل المجلة بعدها من الذي اقترحه ليث أن يكون محرر بهذه المجلة التي يريدون أن يسويها؟ لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أنه اقترح على مازن أن يكون هو المحرر الخاص بالمجلة لماذا اقترح على مازن؟ لأنه جيد باللغة الإنجليزية أقول because لأنه he is good هو جيد at English لأنه جيد في مادة اللغة الإنجليزية What do ليث و أسامة want to be؟ زين ليث و أسامة شي يريدون أن يكونون بالمجلة؟ يكونون محررين reporters والسؤال الأخير What job will طارق have on the magazine؟ ما الوظيفة التي سيشغرها طارق في المجلة؟ ماذا سيكون طارق؟ ماذا سيكون الوظيفة التي سيقوم بها؟ سيكون photographer لماذا سيكون photographer؟ لأن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي وكذلك من خلال الصورة التي صادفتنا قبل دقائق أنه عنده كاميرا وهو جيد في أخذ الصور إذن سيكون المصور الخاص بهذه الجريدة أو المجلة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد مقطع صوتي أستمع له وأحاول أجاوب على الأسئلة المتعلقة بي الآن ننتقل إلى تمارين رقم 2 شي يقول لي؟ يقول لي listen again and underline the strong syllable and the words حاول أنه تستمع مرة أخرى وتوضع خط تحت المقطع الصوتي القوي في الكلمة هنا أنا يقول لك من خلال نطقك لهذه الكلمات حاول تجر خط تحت المقطع الصوتي الأقوى شون يعني؟ يعني مثلا كلمة magazine يا مقطع من المقاطع اللي لفضت بها هذه الكلمة هو الأقوى من بين باقي المقاطع المقطع magazine إذن نجر خط جوة i and e بعد الكلمة الثانية reporter شنو المقطع الصوتي اللي يكون أقوى من باقي المقاطع إذا تلاحظون الكلمة reporter إذن المقطع الصوتي الأقوى هي O و R بعد interview شنو المقطع الصوتي الأقوى؟ أكيد بداية الكلمة اللي هي interview i and n بعد photographer photographer اللي هو المصور شنو المقطع الصوتي الأقوى O G photographer أما الأخيرة photograph photograph المقطع الصوتي الأقوى بياناتهم هي P H O T photograph هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى التمرين رقم ثلاثة شي يقول لي يقول لي Can you write description of these jobs؟ هل يمكنك أن تكتب وصف لهذه الوظائف؟ منطيني مثال printer قلنا أن ال printer معناها الشخص الذي يقوم بطباعة somebody who makes copies هو الشخص الذي يصنع نسخ of a document لمستند معين أو paper ورقة magazine مجلة إلى آخره زين ال editor المحرر someone who هو الشخص الذي شي يسوي المحرر نقول edit هو الشخص الذي يحرر شي يحرر كمثال articles يحرر المقالات أو التقارير reporter المقرر المقرر السمون هو هو الشخص الذي شي يسوي writes يكتب reports يكتب تقارير بعد photographer المصور السمون هو هو الشخص الذي شي يسوي takes يأخذ photographs يأخذ صور فوتوغرافية الآن عرفنا تعارف هذه الكلمات كذلك هذا نشاط صفي هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة مجرد منطيني ثلاث كلمات ويطلب من عندي أن يعرفهم هو منطيني بداية التعريف أنا شغلتي فقط أكمل التعاريف إحنا أخذنا بداية الدرس ال editor المحرر هو الشخص الذي يحرر المقالات edits articles يحرر المقالات reporter المقرر someone who writes reports هو الشخص الذي يكتب تقارير والفوتوغرافر المصور is someone who takes photographs هو الشخص الذي يأخذ صور إذن هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الآن ننتقل لأتمرين رقم أربعة نانا يقول لي how many jobs can you think of that end in ER كم عدد الوظائف التي يمكنك أن تتذكرها تنتهي بإياء هو منطيني مساعدة هذا الشخص شين وظيفته نلاحظ أنه بدأ ينظف إذن هو منظف شنقول نقول cleaner معناها منظف نلاحظ أنه انتهت بإياء بعد هذا الشخص شنو وظيفته وظيفته مزارع شنسميه نسميه فارمر كذلك انتهت بإياء لحد الآن هو دا يمطيني صور تساعدني وراها هذا الشخص شنسميه السباك نسميه هو السباك هما انتهت بإياء بعد هذا الشخص شنو وظيفته مدرس إذا نقول teacher مدرس هما انتهت بإياء يقول لي زيان أنت تقدر تتذكر لي وظائف ثانية تنتهي بإياء مثلا اتذكر له وظيفة الويتر شنو معنى ويتر الويتر هو النادل بعد أقدر أتطي وظيفة أخرى نعم IT programmer IT programmer اللي هو المبرمج هو الشخص الذي يقوم بالبرمجة بعد أقدر أتذكر له وظيفة البيلدر بلدر هو البناء وهكذا إذن يقول لي كم عدد الوظائف التي يمكنك أن تتذكرها تنتهي بإياء هذن الوظائف اللي انتهيتها كل هني ينتهن بالإياء مثل ما طلب من عندي كذلك هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد داي خليني أتدرب أكثر على استخدام الكلمات اللي انطانيها هنا بداية الدرس الآن ننتقل إلى تمرين رقم خمسة read the conversation اقرأ هذه المحادثة then write your own conversation ثم اكتب محادثتك الخاصة هنا أنا منطيني محادثة بين شخصيتين هذا الولد وهذه البنت شي يقولها يقولها لما لا نحصل على بعض الطعام شو الجاوبة يقولها that's a great idea تلك فكرة جيدة I am hungry أنا جائعة هنا أنا داي دربني عن شنو داي دربني على استخدام أدوات suggestion الاقتراحات why don't we شوف هنا أنا اجدتي وراها فعل مجرد زادا تكملة لما لا نحصل على بعض الطعام فالجاوبة يقولها that's a good idea أو that's a great idea تلك فكرة جيدة لأني جائعة بعد سألها سؤال ثاني قلها what shall we have ماذا سنأكل أو ماذا سنحظى قالت let's have dolma فلنأكل أو دعنا نأكل أو دعنا نحظى بأكلة الدولمة شوف هنا let's يجى بعدها فعل مجرد زادا تكملة نفس ما شرحنا بداية الدرس عن عمل الاقتراحات جاوبها قال yes هذا المحادثة من الممكن الأستاذ يختار طلاب اثنين الطالب الأول يعمل الاقتراح والطالب الثاني يرد على هذا الاقتراح اللي اقتراحه ماذا نرد على هذا الاقتراح أما تقول that's a great idea تلك فكرة جيدة أو يقول no thanks كلا شكرا يعني أنا أرفض هذا الاقتراح التمرين اللي تحته شي يقول now suggest going to the cinema الآن حاول تقترح ان تروح للسينما ما تقول له تقول له why don't we لما لا شي يجو وراها فعل مجرد الgoing شو صير الصير go why don't we go لما لا نذهب ونروح ويقول لي اقترح ان نذهب للسينما why don't we go to the to the cinema لما لا نذهب الى السينما وهو شوف هنا أنا خلالي علامة سؤال الشخص الآخر يجاوبني that's تلك مثلا نقول له that's a great idea that's a good idea كيفك انها فكرة جيدة انها فكرة عظيمة what's فراغ هنا أنا يقول له كمل الاختراح هنا أنا هو شخص قال لي what shall we have ما الذي سوف نأكله هنا أنا ش راح تقول تقول what shall we watch ما الذي سوف نشاهده فمثلا تقول له let's watch دعنا نشاهد زاعدا اسم الفيلم اي اسم فيلم انت تريده بعد بالاخير شي تريد عليه اما اتوافقه بالرأي تقول له اي خلي نشوف هذا الفيلم او ما اتوافقه بالرأي مثلا اقول له yes نعم that's great idea تلك فكرة جيدة هذا ما يخص تمرين رقم خمسة كذلك هذا التمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد دا يدربني على استخدام موضوع suggestion مثل ما شرحناه قبل بداية الدرس suggestion معناها الاقتراحات اما اقترح او اوافق على الاقتراح هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه درس بسيط جدا اغلب انشطة انشطة صفية لكن بامرين مهمات اولا الجمل اللي اخذناها بكتاب الطالب الكلمات وتعاريخ من الممكن تجينا على شكل اسقاطات بذلك اخذنا موضوع عمل الاقتراحات شرحنا القواعد الثلاثة مالتة وعرفنا شون يجينا بالامتحان على شكل اختيارات او على شكل اعمال اقتراح وشون نجاوب عنها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجود منكم على الشاشة اشتركوا في القناة